مرحبا معكم كرييريف ايد جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا ويمكن لهذه البكتيريا أن تدخل جسمك وتعيش في الجهاز الهضمي بعد سنوات عديدة يمكنها أن تسبب القروح في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة بالنسبة لبعض الناس يمكن للعدوى أن تؤدي إلى سرطان المعدة العدوى بهذه البكتيريا شائع فهي موجودة في أجساد نحو سلثي سكان العالم بالنسبة لمعظم الناس فإنها لا تسبب تقرحات أو أي أعراض أخرى بعد دخول الجرثومة إلى الجسم فإنها تهاجم بطانة معدتك والتي عادة ما تحميك من الحمض الذي يستخدمه جسمك في هضم الطعام وبمجرد أن البكتيريا قد أحدثت كثيرا من الضرر يمكن للحمض أن يدخل إلى البطانة الأمر الذي يؤدي إلى القرحة وقد تنزف وتتسبب بالتهابات أو تمنع الطعام من التحرك في الجهاز الهضمي يمكنك التقاط البكتيريا من الطعام والمياه أو الأواني إنها أكثر شيوعا في البلدان أو المجتمعات التي تفتقر إلى المياه النظيفة أو الصرف الصحي الجيد يمكنك أيضا التقاط البكتيريا من خلال الاتصال مع لعاب أو سوائل الجسم الأخرى للمصابين إذا كنت تعاني من هذا المرض اتبع هذا العلاج المنزلي الطبيعي قم بفرم فصين من الثوم وقم بإضافة نصف كوب من الزبادي العادي للثوم يخلط المزيج جيدا ثم قم بتناوله كل يوم في الصباح على معدة فارغة البروباياريك هي البكتيريا المفيدة في الزبادي التي تساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء والمساعدة على الهضم وتبقي جرثومة المعدة تحت السيطرة كما أن لديها تأثير مصبط على البكتيريا ويحتوي الثوم على مجموعة مضادات حيوية واسعة ضد جرثومة المعدة الثوم فعال ضد العديد من البكتيريا المسببة للأمراض البكتيرية المعوية والثوم فعال حتى ضد تلك السلالات التي أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية بالإضافة إلى ذلك في المساء قبل العشاء قم بشرب كوب من الشاي الأخضر الشاي الأخضر يمنع نمو البكتيريا ويمكن أن يمنع التهاب الغشاء المخاطي في المعدة يجب أيضا بدء تناول مكملات الفيتامينات المتعددة يوميا نشكر متابعتكم